كل التحية لحضراتكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم في لقاءنا الإسبوعي اللي بسعد الحقيقة بهذه الإطلالة من خلاله وعبر الشاشة قناة النادي الأهلي وأيضا برنامج البيت الكبير الشكر جزيل وموصول لزميلية العزيزين الحقيقة سيهم صالح وهاني رمزي اللي استمتعنا بيهم على مدى الساعتين الماضيين وأيضا على هذه التقدمة الرائعة من زميلتي والأخت العزيزة سيهم صالح النادي الأهلي زي ما احنا دايما بنكلم وبنقول الحقيقة أو بنقر أمر واقع هو منظومة إدارية شديدة الانضباط وبالتالي النجاحات اللي بيحققها على كل المستويات ما بتكونش والدة صدفة ولكنها الحقيقة نتاج جهد مخلص وعمل دقوب بتقوم بإدارات مختلفة في النادي مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيضع الرؤية والاستراتيجية وبيتابع كل كبيرة وصغيرة وقطاعات وإدارات مختلفة في النادي بتنفذ هذه الرؤية لعل الإدارة التنفذية اللي بنشيد بها وبنحييها الحقيقة خصوصا بعد فوز الإدارة أو حصول النادي الأهلي في قطاعات ثلاثة مهمة داخل منظومة النادي الأهلي على شهادة الأيزو 9001 إصدار 2015 بعد تدقيق مهم جدا ومراجعة من مراقبين دوليين ده بيؤكد زي ما بنقول بيؤكد المؤكد هو أنه النادي الأهلي دائما على الطريق الصحيح والسليم وأنه بيبقى دائما سابق الآخرين بخطوة مع كل تقدير لهم بالطبع لكن هذا هو قدر النادي الأهلي كمنظومة رياضية شديدة الانضباط النهاردة هنتكلم عن هذه المنظومة ورؤية نقدية لها وبحيادية تامة مع الكاتب الصحفي الكبير والناقب الرياضي صديق العزيز الأستاذ جمال الزهيري اللي بسعد بصحبته في هذه الليلة مرحب بك سيدنا مرحب بيبس الشعيف مشكورك هتلبيت الدعوة يعني لا بالعكس وأنا سعيد على قال نتقابل اللي بقى هذه سنين ما تعملناش يعني حدك صديق عزيز والكاتب مبدع في شتنين في مصر بيختلفوا على حضرتك الحقيقة الواحد اللي بيكون في حضرة أبناء مصر المخلصين بيكون في قمة السعادة لا لا شايف كمان والله النادي الآل يعني أحسن صنعا مش مجاملة ليك والله باختيارك كمتحدث يمكن رسمي لأن انت عارف بتقول إيه وإمتى تتكلم وإمتى ما تتكلمش ما عندكش حب الكلام في أي وقت لأن انت أصلا ده مجالك فمسألة بالنسبة لك ما من كثرة كلامه وكثرة لغته وبعدين النادي الآل حقيقة عنده منظومة إعلامية ما هو ده بالزبط المدخل اللي أنا عايز أتكلم فيه إنه حتى أدائك كمتحدث رسمي داخل في إطار نفس القيم بتاعت المنظومة اللي احنا متعودين عليها في النادي الآل من سنين من زمان يعني قبل حتى يمكن أنك تاخد شهادة الآيزو في الإدارة صحيح في الإدارة إدارة الأنمية كنا دائم الإشهادة بإدارة النادي الآل بالزبط يعني كلنا ما فيش ولا واحد اختلف على إنه النادي الآلي هو سر انتصاراته ونجاحاته هي الانضباط الإدارة الانضباط الإدارة صحيح لأنه دائما نقول إيه هي إدارة مركزية ولكنها أيضا بتعطي استقلالية لكل الجهات يعني إنت لو عنده لو في أي حد عنده شكوى من حاجة لا يتخطى الرئيسه يعني يعني بيبقى مثلا فيه قطاع كرة القدم نادرا لما تلاقي لا 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 خالص خالص هو أقصى مدير الكرة بالزبط كده فهو السقف بتاعه مدير الكرة وهكذا في كل القطاعات ويمكن ده أنا برضو واحد من الناس اللي عيشتها في النادي الآلي من بداية التمانينات برضو لما كنت في مجلة النادي الآلي وكده لسنوات طويلة كان ده هو كابتن الله يرحمه الأستاذ عبد مجيد نعمان كان هو سقف التعامل الزمل الصحفي الموجودين في المجلة بالزبط يعني كل الناس اللي في المجلة تعاملاتهم مع مين مع الأستاذ عبد مجيد نعمان اللي هو حتى ممكن ينقل مشاكلنا والحاجات اللي احنا بنعاني منها بأي شكل لمجلس الإدارة لمجلس إدارة المجلة لمجلس إدارة المجلة ومجلس إدارة المجلة التنقلها إلى مجلس إدارة النادي فهو ده السيستم اللي ماشي ويمكن هو ده اللي عليه كان سهل قوي إنه النادي الآلي ياخد شهادة الآيزة أصلا الإدارة كمان ما ماشي فهلاوة يا سيد جمال الإدارة علم وفن يعني زي ما تعلمنا زمان في الجمع طبعا الإدارة ده علم بيدرس صحيح يعني بس أنا بشوف إنه هو موجود من قبل ما يدرس موجود من خلال القيم اللي متفق عليها بلا علم يعني اللي هو بدون ترتيبات لا هو ده سر النجاح والله ما بقول هذا الكلام موجاملة بقوله في كل مكان مش بس في قناة النادي الآلي لأنه هو دي الحقيقة اللي إحنا لابد الناس كلها تعترف بيها وإنت بتاخدها كمان يا بسو الشريف من على لسان اللي مش منتمين للنادي الآلي صحيح ييجوا يكلموك دايما يقولك آه في إدارة في سيستم في نظام ولذلك الناس ما تزعلش مفروض يعني لما حد بقى من الناس اللي بتتدايق شوية أما تيجي تقوله قيم النادي الآلي يقولك يعني إيه قيم النادي الآلي لا ما هي معروفة قيم النادي الآلي معروفة وبالمناسبة بس جمال وعفوا لمؤطعتك يعني أحيانا يعني بنتكلم عن قيم ومبادئ النادي الآلي أنا في تقديري وحدك تصحح لي أنا دايما بقول إن هي مجموعة من المواقف والمواقف أولا اللي اتخذتها الحقيقة القيادات المختلفة للنادي خاصة رؤساء على مر العصور من قرارات تربوية من تأكيد لقيم تسامح ومحبة من انضباط من كل رئيس نادي وكل رئيس قطاع أضاف لهذه المجموعة فأصبح عندك دستور غير مكتوب هو بيمثل ما نسميه قيم النادي الآلي هي قيم أو تصرفات أو قرارات مبنية على تصرفات ومتورثة منذ عشرات سنين منذ تأسيس النادي الآلي سنة 1907 تلاقي الناس كله عارف حتى لو لو انت عندك قراءة شخصية وبقيت رئيس النادي الآلي بتجد نفسك محكوما بدستور اللي احنا بنقول عليه اللي هو بيحكم هذا المكان فدف حد ذاته أنا بقول يعني ما حدث مؤخرا من تكريم للنادي الآلي في هذا المجال وإعطاء شهادة الأيزو أنا بقول أنه هو إقرار رسمي بالأمر الواقع صحيح يعني إذا يجاز التعبير قد يقول قائل أو يسأل سائل عن استعمال طب وهل النادي الآلي بحاجة إلى مثل هذا النوع من الشهادات حتى وإن كانت تمنح من شركات محلية ودولية لتأكيد انضباطه وعمله الإداري ولا هو بيكون النادي عايز يراجع منظومته ويتأكد أنها متسقة مع العلم والنظم الإدارية بالعكس بقى ده تأكيدا لكلام حضرتك هذه اللجنة وأولاء المراقبين والمفاتشين كان بالإضافة لأنهم أقروا أن النادي الآلي يستحق هذا اللقب يعني أو هذه الجائزة قالوا أن هناك بعض الملاحظات والنادي الآلي رحب بيها يعني مجلس إزارة النادي الآلي ما قالش لأ إحنا عندنا كله تمام يعني عايز أقول أنه الشيء جميل أنه لما حد يلفت نظرك حتى لو أنت 90-95% أدائك مضبوط أو 99% في 1% أو 5% أنت محتاج أن أنت تتطوره محتاج تجود فأنت هنا محتاج الشهادة بأن أنت إداريا مضبوط يعني أنت لم تسعى أولا لأنك تحصل عليها بشكل أنه فيه نوع من التفاخر أبدا إحنا مبارح كمان كنا بالنوه الحقيقة أو أول مبارح أنه لما تقرر النادي الأهل يخضع لعملية المراقبة والتدقيق هذا تم في شهر يعني عالية المؤسسات تستعد قبلها بسنة لكن أنه الإدارة للتنفيذية تقول أنا مستعد وفي خلال شهر يبدأ المراجعين تدقيق ومراجعة ويجدوا كل يوم ويجدوا كل شيء منضبط طبعا يبقى دا دليل على أن أنت بتطبق هذه القواعد مش لمجرد أن أنت تاخد لقب يعني أسألك سؤال أو حاجة موازية لها أنت بتاخد الدوري العام في كرة القدم صحيح هل خطط له موسم أو اتنين أو اربعة أنت عندك عشرات سنين رؤية رؤية معينة موجودة وشيء حتى بيبقى موجود جوه اللعيبة وجوه الإداريين الكل بيبقى منتمي وبيحترم جدا وجوده جوه النادي الأهل صحيح فده شيء هايل يعني طبعا خليني يعني الشيء بشيء يسكر تحية واجبة والتهنية الحالة للمجلس إدارة النادي لأهل برئاسة الكابتن محمود الخطيب والإدارة التنفيذية على هذه الشهادة المهمة والحقيقة دار حوار بيني وبين أخوي وصديقي كابتن محمد مجاني مدير التنفيذ النادي قال إن إحنا بنعتبر دي بداية هما بدأوا بثلاث إدارات فقط هما بيسعوا إلى فكرة الميكانة التامة والتحول الرقمي على استخدام الأوراق عشان ياخدوا إصدار عشرين عشرين مش بس إصدار عشرين خمستاشر وقال لي حاجة لفتة قال لي إنه الحالي مش أول ما نسميه مراجعة أو تدقيق لأنه بالأساس أنت مؤسسة حكومية فبيجي لكهات رقبية كتير جهاز بركز المحاسبات وزارة المالية طبعا الجهة الإدارية ممثلة وزارة الشباب الرياضة هيئة رقابة الإدارية ولم يحدث أبدا في تاريخ النادي الأهلي إنه كان فيه ملاحظة ارتقت إلى حد المخالفة يعني طبيعيا يبقى فيه ملاحظات زي ما حدك بتقول إنها ملاحظات بسيطة بيتم تلفية الملاحظات اللي هي العادية وارد إنها تبقى موجودة في أداء في أي عمل لكنها زي ما حدك قلت ليست ملاحظات طرقة إلى المخالفات صحيح لكن الملاحظات اليومية وده وارد جدا لكن عمر ما حصل للنادي الأهلي تم ضبطه بمخالفة إدارية جسيمة ما فيش طيب فده في حد ذاته أنا بقول إنه هو استمرار لفكر موجود جوه النادي وإقرار زي ما حضرتك قلت يعني هو زي إحنا متفقين إن الكل بيتحدث عن الإدارة في النادي الأهلي ليه وراء كل الانتصارات سيبك من النواحي المالية والإدارية بس لا الرياضية كمان فده كله أنا بقول إنه هو إقرار بأمر واقع موجود جوه النادي لانتصارات الرياضية ده الحقيقة محل سؤال لحضرتك هنروح الكرة بالتأكيد دايما الشعبية الغريفة والكبيرة حتى كنا بنتابع طبعا بفخر أداء منتخب كرة اليد حضرتك شفت الكرة مصر أمام الدنيمارك والخسارة يعني في لحظات أخيرة أنا بأعتقد برهاش خسارة آه ده حقيقي سيادة الرئيس كمان الرئيس أفتح السي كان حريص على تهنئتهم والإشادة بالروح القتالية اللي أدوا به أنا أعدت برضو يا سيد شريف قبل ما ننقل على حاجة تانية هذه المباراة أنا بقول إن هي مباراة تاريخية لإن أنت هدف بهدف ند لفريق الدنيمارك بطل العالم يعني أنت بتتقدم عليه هو يبتعادل معي صحيح لعبت معهم وقتين إضافيين ورميات جزائية فإنت وصلت المرحلة يعني أنت خسرت بفارق إيه هدف من رمية جزائية أو هدفين كلام لا يعد في مجال يعني أنا قبل لا أخفيك يعني قبل المباراة دي كان عندنا إحساس إن منتخب مصر يخسر بسهولة دي أسوة حضر صحيح وكان في كلام إن وصل سليفينيا عايزين يهربوا لإتنين من من الدنيمارك ومن طريقهم يعني لكن أنا كنت في سؤال اتطرح في زيني قبل المباراة لسه كنت بتفل مع الزمل علي إن إحنا نعمله كتحقيق يعني صحفي إنه متى نفكر في إننا نصعد للدور قبل النهاية بسهولة بدون التوتر ده صحيح فالحقيقة المباراة دي أثبتت إن إحنا قادرين يعني أنا بصراحة شايف إنه الروح اللي لعب بيها لعيبة منتخب مصر النهاردة لا تعود صحيح فوارق فنية كبيرة والبطولة إجمالا أضافت لمصر الكثير الحياة وأكدت قد إيه مصر بلد كبير وعظم كان حياة تنظيمية في ظل هذه الظروف حتى غير العادية والاستثنائية اللي بيمر بها العالم في أصعب ظروف بيمر بها العالم كله طيب الأهلي فين من الألعاب الجماعة شايف حراك إزاي أداء فريق السلة كرة اليد في النادي الأهلي الكرة الطائرة الكثير من الألعاب الحقيقة كراتيتي نستولة غيرها يعني اللي النادي الأهلي تقريبا مستحوذ ومسيطر على كل بطولاتها في كل قطاعات زي ما حدك قلت أنه النادي الأهلي يعني في مجال مثلا كرة القدم الناس كلها عارفة السنة دي أنت معك السلسية الكبرى صحيح دوري وكاس ودوري أبطال أفريقيا تأهلت إلى نهاية كأس العالم للأندية إن شاء الله في نهاية الأسبوع إن شاء الله إن أعب سوبر إفريقي يعني أنت عندك في مجال كرة القدم حد السؤال حرج عندك في الألعاب الجامعية الأخرى هنجيب من أحدث الأخبار أنت واخد سوبر سلة السيدات سوبر سلة الرجال أنت خسرت برضه بفارق نقطة يعني مش فارق كبير يعني كان وارق جدا أمام فريق كبير زي فريق التحاد السكندري أن أنت تكسب البطولة الفكرة في الألعاب الأخرى نفس الشيء الآلي دائما يشارك في كل اللعبات سواء كانت الجماعية أو الفردية على أساس أنهم ياخدوا البطولة ما عندوش خيار آخر أو اختيار آخر والحقيقة أنه ربما كتير من الجمهور ما عرفش كلام دعوز جمال أنه مجلس الكابتن محمود الخطيب أبرم عدد من الصفقات في الألعاب الجماعية هي الأكبر والأغلى عبر تاريخ النادي يعني ما فيش بس تركيز على كرة القدم باعتبارها صاحبة شعبية الأكبر أو باعتبار أن الكابتن محمود الخطيب أصلا لعب كرة قدم أو نجم في كرة القدم لا هو بحس برضو الرياضي وبحس مجلس الإدارة بصراحة كمجموعة عمل لا فيه اهتمام بكل اللعبات وده أنا بقول أنه بيرسخ أنه النادي الآلي منظومة رياضية نجحة مية في المية وممكن جدا ما توفقش مرة لكن على طول أنا دايما ليه وجهة نظر أنه النادي الآلي حتى لما بيخزر مباراة صعب قوي المباراة اللي بعدها نوع يخزر يعني يعني بيبقى عنده نوع من أنواع الحد الأدنى صحيح من التراجع يعني ما عندهش حتة نوع التراجع لا يمكن يصل أبدا إلى حد الانهيار أيوة لا يصل إلى الانهيار أبدا في النادي الآلي هل تعتقد أنه برضو المزاج العام للمصريين يتغير الجمهور النادي الآلي بشكل عام فكرة متابعة كل الألعاب الرياضية الواحد بيشوف الحياة بجيات الجماهير تعليقاتهم على السوشيال ميديا باعتبارها باعتبار المنصة المهمة والأكثر تداولة طبعا السوشيال ميديا يعني عارف تقدر تقول أنها مراية وبتشوف مباشرة يعني بقت أكثر من المسرح صحيح تقول إيه المسرح أبو الفنون لأن الفنان بيطلع على المسرح لا ده أنت النهاردة في السوشيال ميديا ادخل على الفيسبوك أو تويتر أو أي وسيلة من وسائل التواصل مباشرة هتلاقي ردود الأفعال بس أنا عايز أقول برضو أن تبقى رغم أن أنا واحد من الناس اللي بيطالبه بتوزيع جزء من الاهتمام على اللعبات الأخرى إلا أن كرة القدم دي عجيبة تبقى فعلا السحرة المستديرة زي ما بيقول لعبة شعبية العالم كله يقف على قدم لكن هل شاهدنا قطيعة من الجمهور لمشاهدة مباريات كرة اليد أبدا كرة اليد على فكرة أنا أؤكد لحضرتك أنه لو كان لولا ظروف كورونا وسمح للجمهور للحضور لكان المصرين أزهلوا العالم الحقيق طب أنا أقول لحضرتك دورة الألعاب الأفريقية واحد وتسعين اللي أقيمت في مصر دورة الألعاب الأفريقية اللي هي كانت أنا شخصيا قبلها وكنا طبعا ده من سنين طويلة لكن أنا قبلها كنا متخوفين أن الجمهور ما يحضرش المنشاط سبحان الله المنافسات المختلفة عارف جميع اللعبات يا أستاذ شريف حضور طاغي يعني عايز أقول أنه الجمهور المصري أو الشعب المصري بيحب جدا الرياضة بشكل عام وتختلف الدرجات بس عايز أقول أنه كرة الألعاب اللي بتتفوق هي اللي بتجذب الاهتمام بمعنى السكواش مثلا لما تقلقوا وبقى عالمي صحيح وعندنا لعب الناس الناس بتحب تتفرج لما لعبت التنس ميار شريف ميار شريف تنس التاولة مثلا يعني فيه ناس بتاخدك على طول لهذا هنا بيبقى دور كرة اليد هنا بيبقى دور اللعبة أو الرياضي نفسه اللي هو يجذب ما هو أنت بتنافس كرة قدم عشان تنافس كرة قدم وتنجح في المنافسة لابد أن أنت تعمل حاجات تشد بيها لانتباه كرة اليد من 2001 أنت وصلت للمربع الزهبي في بطولة عالم لا ومن حد لك في التسعينات جي الشباب اللي هو كان بتاع سامحك الوارس وخالد العوضي اللي كان بيدربهم كابتن جمال شمس كذب بطولة العالم للشباب صحيح فده الحاجات دي كلها هي اللي بتصنع برضو لازم نعترف تساهم في صنع الشعبية يعني مش نقول هي الوحدة لأنه كرة القدم زي ما قلنا خليها في مكان كده الوحدة خارج المنافسة خارج المنافسة لأنه الناس كلها بتعرف تتعامل تفهم قوانينها واتربط على كرة القدم بيلعبوا في الشارع مثلا ما إن الشارع اللي هو تريداش في لعب لا وسعندنا ملاعب كتير عندنا ملاعب الحقيقة وبرضو الدولة بزلت في السنوات الأخيرة طولت مراكز الشباب والخماسيات دي في كل مكان ملاعب القوات المسلحة اللي هي برضو النهاردة تعتبر شايلة جزء كبير صحيح من البنية الأساسية الرياضة المصرية طبعا فأنا بقول إنه من يريد أن يتفوق هيجد من يشجعه يعني اللي يتفوق اللي يثبت جدارة هو اللي هيشد الناس النهاردة بقولك والله العظيمة الشريف كل الناس أنا بعتقد يعني كانت متابعة مباراة كرة اليد النهاردة صحيح لحظة بلحظة صحيح ليه بقى يعني الناس عايشة نسك الحبس الأنفاس الحقيقة طيب خلينا روح لملف كرة القدم شايف الاستقرار والنجاح في ملف كرة القدم في العامين الأخيرين في النادي الأهلي إيه أسبابه بن وجهة نظرك أسبابه اختيارات طبعا يعني أولا النادي الأهلي لا يتأثر يا سيد شريف برحيل لاعب أو اثنين أو ثلاثة ده اللي أثبتته التجارب خلال هزين العامين أو في الفترة الأخيرة لأنه النادي الأهلي زي ما قلنا أنا بحب دايما نقول جملة اللاعب اللي بيخرج من النادي الأهلي خرج من التاريخ خرج فعلا يعرف زي مش عايز أكون مبالغ لا لا عارف القطر كده ده خرج عن القطبان ليه بقى هو الخسران لأنه في النهاية التجارب واضحة الأهلي يصنع الأهلي يصنع ولا يصنع بجد يعني يصنع اللاعبين يصنع تاريخ يعني النهاردة أي لعب بيخش جوه القافلة الحمراء دي بيعمل إيه؟ بيبتدي يتحسب له كل جون بيجيبه في لعبة أنا بأعذرهم يعني في أندية أخرى يعني مفهود أندية كبيرة أيضا لكن ليس عليهم يعني ما بيدخلوش التاريخ بالزبط بالزبط يعني تاريخ كرة القدم المصرية هتلاقيه مرتبط بوجود هؤلاء اللاعبين لما بيخرجوا لا بيبقى يعني أنا بيبقى مش فقه عليهم لأنهم بيخرجوا من من الطريق الصحي أنا التقديري وأرجو أن لكم مغالي يعني خروج أي شخص من منظومة الأهلي مش بس حيب فهو معناه خروج من التاريخ بالزبط مش غرور الحقيقة ولا بثلبة لا إحنا بنتكلم عن منظومة وعن تاريخ وعن جماهيرية عظيمة جدا يعني من المخط إلى وفي أدلة عن فكرة البراند يعني حتى أخوانا في مجال التسويق والإدارة التسويقية والنجارية وما زي كلك لا الأهلي ببراند يعني عظيم في أدلة كلام حضرتك ما هواش كلام نظري يعني الكلام بتاع حضرتك جاي من أدلة في حقوق وفي رعاية وفي عقود وفي بث وفي أرقام وفي إحصائيات في حاجات بتؤكد هذا الكلام ولذلك إحنا بنقول إنه منظومة كرة القدم استنادي الحمد لله إنه أنا بقول إن ده مش ختام لإنه النادي الأهلي كسب تلعب بطولات وهو شوف الناس كانت منتظرة التاسعة صحيح بعد ما كسبوا التاسعة لا كله تفتفيره في العشرة مين اللي قال ده موسيماني الراجل بيقول أنا ملحقت شاخد التاسعة والناس بتقولي العشرة ليه لإنه أنت عندك حدود للفرحة أنت كسبت خلاص خلاص اللي بعده فدي حاجة كان فيه تعبير كافة السعب حفيز مدير كرة جمهور الأهلي كل الناس عندها كرة مكسب وخصارة جمهور الأهلي عنده كرة مكسب وفوز بالضبط هو مكسب وفوز يعني طول أثناء المباراة بيكتب كل دقيقتين انطباعاته والله العظيم عن الأحداث المباراة فلو كرة واحدة ضاعت تبصلي راح كاتب حرام عليك يا أفشا حرام عليك يا جارب أغبالك فعايز أقول أن الناس متعايشة مع النادي الأهلي في مبارايته لحظة بلحظة شوف تعليقاته بقى لما المباراة تنتهي بالنتيجة اللي هو عايزة برضو هنا مسألة التعادل والخصارة لا بلتعادل زي الخصارة عند الأهلي لا بس فيه أسباب يعني أنا بقول في الماتشين الأخيرين لا فيه أسباب طبعا أسباب فنية لا فيه أسباب تحكمية واضحة واتكلمنا فيها يعني الأهلي أرسل خطاب الحقيقة بيتكلم عن عن ثلاث وقائع مهمة ده أولا الأهلي لم يهدد بأنه مش هيلعب لا مش الأهلي ولا سياسته ولا سياسته الأهلي هيلعب وكل حاجة بس هو بيدي جرس انذار لنصالح المنظومة لنصالح المسابقة لنصالح المسابقة الأهلي مش محتاج أنه يكسب ماتش البطولة ما زالت مستمرة أنت حالك فاكرة يا سيد جمال أنه نادي الأهلي كان يعني بيقود فكرة الاستعانة بالفار وكان مجلس كابت وحمد خطيب الحقيقة يعني له صورات واجرات في هذا الموضوع لما النظام التطبق الحقيقة برضو أنت بش قادر تصل إلى حد العدالة طب فين الخلل يعني مع هولسبب إحنا شفنا المباراة الأخيرة مع بيرامدز لا فيه فعلا ضرب الجزاء واضحة وضوح الشمس وفيه هدف صحيح مليون في المية فأنت عايز مني يعني يعني برضو أنا سمعت برضو الكابتن السادة عم فيه زواب يتكلم طب أقول إيه يعني يعني إحنا لسه بنتكلم في اللي قابله آآ أيمان أشرف والجون اللي تلاغه برضو الكلام ده يعني يا جماعة برضو لازم طب كابتن جهات جريشا ليه ما استخدمش الفار منتقل لا طب وهو وليه الفار ما استدعهوش يا كابتن لا الفار ممكن يكون تكلم معه هو ما راحش هو لازم يطلب والفار لازم يستدعيه لما بيبقى فيه حالة زي كده بس الجول بتاع بواليا محتاج أصلا فار أو محتاج حد يستدعيه ده الكورة ما فيش فيها أي حاجة لأنه فكرة الحصانة داخل السياردة دي اتلغت من زمان هو ما عملش حاجة ما فيش تماس خالص يعني يعني عارف لما شريف إكرامي حتى بيقع التاني بيقع في التجاه تاني صحيح ومركز على الكورة يعني ما هوش ما فيش تلامس ما نقول حقا يعني لا فيه تلامس ولا فيه تعمد إزاء ولا فيه أي شيء بلاش كده انت شكيت في اللعبة طب لعيبة النادي الآلي ما بيروحوش يطلبوا من الحكم اللجوء للفار مش كده احنا دايما بنعيب على بعض لعيبة الفرق الأخرى انهم بيجروا على الحكم يقولوله روح شوف الفار ده بيحصل لعيبة الآلي ما بتعملش كده انت كمان كحكم المفروض تستخدم وسيلة المساعدة دي دي وسيلة مساعدة كبيرة جدا تخلي اسمك كحكم وشكلك قدام وتحفظ على اسم وتحفظ على اسمك وتحفظ على شكلك فاللي حصل في هذه المباراة آآ شيء صعب يعني احنا لا نملك إلا أن احنا ننتظر ونشوف رد أنا بأتكلم يعني يعني كل حد حريص على انتظام هذه المسابقة والوصول بكرة القدم المصري فعلا إلى المستوى اللائق هذا عنصر مهم جدا ومؤثر عنصر التحكيم ولا بد أنه يرتقي إلى حجم المسابقة للحقيقة للأسف الشديد لو قبل الفار أقولك ماشي يعني لو قبل تطبيق الفار هقول آه ما شافش ما خادش باله ده الحكم بياخد قراره في ثانية إنما هو عنده وسيلة أتحى القانون طيب أنا كراجل أنا مش بأتكلم بصفة رسمية أنا بأتكلم بصفتي النقدية أو كناقد رياضي وإحنا بأقول إحنا بنقول ما قاله الحكام الكبار في استوديوهات التحليل التحكمية صحيح كل أجمع على اللحظة كل طبعا إنه الهدف وضربة الجزاء بالظبط يعني أنا راجعت كلام المحللين يعني دي كانت وجهة نظري بس تأكدت عندي أكتر مع الإعادات والتحليل والكلام ده كله يعني طيب هل تعتقد إنه واحد من أسباب الاستقرار وهذه الحالة اللي بيأشهر قطاع كرة القدم في النادي الأهلي من بين أسبابها أيضا حرص الإدارة ولجنة التخطيط على التجديد وتمديد عقود اللاعبين لا وإعادة المعارين بعض المعارين دي مهم دي ملف المهمين المعارين والتمديد لللاعبين والتمديد طبعا أنا بيكلم عن ديانج فتحي خمس سنوات ده بيوفر أولا الاستقرار جوه اللاعب النهاردة اللاعب لما بيبقى عارف إنه هو بيجدد عقده ومستقر ومطمئن لمستقبله يعني أنا بعتقد مثلا حد زي علي معلول تجربته مع النادي الأهلي أنا مش بتكلم بلسانه بس أنا بس دي تعبيراته ورحالة وتصريحاته أنا بيعيش يعني أسعد أيامه إنه هو بيعيش أسعد أيامه لأنه شايف إنه فيه منظومة بتراعي مصالح اللاعبين فاللعيبة نفسهم بيبعزين يطلعوا أقصى طاقة أما ملف برضو اللي تبنته لجنة اللجنة التقطير أو فيها كابتن محسن صالح مهم جدا قرار عودة المعارين لأن منهم كذا واحد النهاردة أساسيين أنت عندك أحمد رمضان بيكم بيكم صلاح محسن صلاح محسن وناصر مهر أبن 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 فمسألة عودة اللعيبة دول زي ما بيقولوا بعد ما أحمد توفيق بالمناسبة بالضبط أكرم توفيق بعد ما نضجوا وعملوا تجارب كويسة في الأندية اللي كانوا معارين لها لا رجوعهم أنا في اعتقادي أفيت بكتير يتوا عند صفقات جديدة أصلا بالضبط بالعكس أنت سيبتهم شوية عشان ياخدوا فرصة اللعب وبرضو خلي بالك اللعيبة وده فكري جيد بالمناسبة خلي بالك اللعيبة يا أستو الشريف اللي بتخرج إعارات من نادي الآلي بيبقى ده اللي أنا بلحظه هدفه أن يتقلق ليعود ليعود صحيح فده تحدي أو حافز كويس قوي طيب حدي سؤال لسه عن كاسة عالم للأندية ومشاركة الأهل المرة الستة وده إنجاز تاريخي كبير لكن بعد الفاصل خلوني أعود لكاتب الصحف الكبير وناخد رياضي الأستاذ جمالي الزهري ابقوا معنا مشاهدين الكرام شكرا لپل أمود شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة 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 الوطني المصري جايين بيحيوا المنتخب الوطن المصري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موقف مشرف الحقيقة وبيبرهن على عظمة هذا الشعب يعني الشعب المصري العظيم وجمهوره يضب بشكل عام شوفوا حضراتكم استقبل فريق كرة اليد خلال عودته او بعد عودته الى فندق الاقامة وبعد خسارته من الدنمارك وخرجه من البطولة لانه هو مقدر حجم العطاء وبزل الجهد والعرق اللي تم على ارض الصلاة المغطاة يعني الحقيقة دايما المصريين بيدهشون بتصرفاتهم وتقدرهم سيد جمال يعني عندك تعليق عن هذا الموقف اه طبعا هو منظر جميل ومفرح الحقيقة ويدل على ان فعلا زي ما قلت حياتك الشعب المصري بيشعر بالعطاء اه والجهد سواء تحققت النتيجة او لم تتحقق هم ان انت قدت ما عليك انت بتلعب امام بطل العالم ورغم هذا عمره هو مكان ليدنج عليك هو مش مكتسح بالعكس انت اللي كنت بتتقدم هو بيتعادل يعني انت بتلعبه ند لند فده شيء جميل جدا وانا بقول ان هم يستحقوا فعلا التهنئة من سيدة الرئيس سواء النهاردة او بعد وصولهم لدور التمانية يعني من كم يوم صحيح لانه الشعب المصري بطبيعته معناوية يا سيد شريف صحيح يعني كلمة التقدير بتخليه في حالة تانية خالص صحيح وعشان كده كانوا عايزين النهاردة يحققوا حاجة يعني انا بيتعالي ان هم ازهالوا المدير الفني نفسه طبعا المدير الفني لازم نشيد بان تعليماته فكرنا بتيدمن الالماني بقى تيدمن لا وتوجيهاته بجد يعني هو راجل كان بيدير المباراة بشكل كويس قوي صحيح وتعليماته كتوضحة في تحركات اللعيبة أثناء الماتشي فنيا عليك طيب انا كنت سألت أحداك قبل الفاصل وقبل هذا الفيديو عن مشاركة الاهل لمرة ستة في تاريخه في كأسة اندية العالم ان شاء الله يوم الجمعة ان شاء الله السفر البعثة برئاسة الكابتن محمود الخطيم تمام الى الدوحة كل اللاعبين هيكونوا موجودين اولا يعني حك كلمني عن هذا الكارنفال المهم وفكر التواجد النادي الاهلي للمرة ستة في هذه البطولة طبعا انجاز غير مسبوق كل يعني احنا بنقول هنا النادي الاهلي هو اكثر اندية القارة الافريقية مشاركة في هذا التجمع العالمي وبرضو نقول انه يمكن افضل نتيجة له في المشاركة التانية حق المدالية البرونزية صحيح ان شاء الله وكانت حاجة مشرفة جدا وعموما مجرد يعني انا بعتبرها طبعا بنتمنى ان النادي الاهلي حق نتائج كويسة خصوصا في لقاءه الاول امام الدحيل القطري الدحيل دي على فكرة كان اسمه الفوز ان شاء الله في اللقاء الاول يصل بيه الى سيبي فاينال هلعب مع بايرني ميوني اقدر اقدم مبارك ويسا الفوز فيها وارد بنفس الفرص الهزيمة ولقدر الله في اسوأ النتائج هتلعب تالت ورابع فتقدر تحقق تاريخ فانت تقدر تحقق تاريخ منعشان كده بقولك برضو انه شيء جميل اوي ان حد يكتهد فربنا يدي له فرص انه هو يحقق انجازات اكتر يعني مجرد ان انت اكتهد في الدوري العام في الكاس بعد كده في دوري ابطال افريقيا يوصلك لحاجة اخرى الكاس العالم الاندية وعندك بعد كده سوبر محلي سوبر افريقي انت ما كنتش هتوصل لده كله لو لعبتك متخزلة لو ادارة النادي مش بتخطط صح ولذلك انا بقول ان هي فرصة رائعة لزيادة القيمة التسويقية لنادي الالي صحيح انت لما تشارك النهاردة للمرة السادسة في بطولة كأس العالم ما هي دي مسيرة تاريخية بالزبط ما هو ده تراكم اللي احنا بنقول عليه بنسمي احنا السيرة الزاتية بتاعت الفرد برضو بتاعت المؤسسة هي دي السيرة الزاتية للمؤسسة دي اللي هي بتتبني مع تواصل الاجير على الطول كل جيل بيجي بيعمل حاجة وبيسلم المؤسسة دي الجيل اخر بنفس حجم الانتصارات صحيح فهو بيلاقه وبيكون الحقيقة كل حد بيجي ودي كلمة الكابت محمود الخطيب كان دايما يقول لي احنا كان رؤساء قنديا بنيجي نبني بالزبط كل حد بيكمل حد مفيش ابدا في نوع من المنافسة بس هو بيكون فيه المنافسة المحمودة ان كل مجلس ادارة او رئيس نادي عاوز يعني ان لم يتفوق على ما سبقه فعلى الاقل يحافظ على نفس المستوى ده في حد ذاته شيء جميل لان انت هنا بتقول على ثقافة اخرى اللي هي ثقافة تواصل الاجيال وان ما فيش جيل بيجي اداري مجلس ادارة مثلا او رئيس نادي ما بيجيش يكسر في اللي قابله يعني فيه برضو نقدر نقول هنا حالة من السلام الاجتماعي جوه ادارة النادي الاهلي ما فيش حد بيجي يقول اللي قابله ما عملوش ده انا اكتر واحد عملت مش في النادي الاهلي ما انا بقول لحضرتك ما ده في حد ذاته يداري المجلس اللي قابله طبعا ورئيسه وعلى مجلس خلي بالك ويبني على نجاحاته لا وهي جات فترة كان كابتن صالح كابتن حسن حمدي كابتن محمود الخطيب والمهانس محمود طاهر والمهانس محمود طاهر والمهانس محمود طاهر في المناسبات المختلفة بيبقى مؤيد صحيح بلاش كده الدكتور حسن مصطفى اللي هو ينزل الانتخابات مرة واحدة اه امام كابتن صالح سليم ويمكن انا قريب قابلته قال انا نزلت مش عشان انا عايز اخد منه لا ده كان لها قصة كده المهم انه هو صمم انه ينزل بس هو من جواه بيحمله كل احترام وتقدير فبالتالي عايز اقولك انه مفيش اللي هي المنافسة مش معنى نفسك في الانتخابات اني باحملك ضغينة يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لكن في النهاية بتبقى قيم الاهل ومنظومته بتجمعهم يعني الواحد لما بيشوف كابتن حسن مصطفى مع كابتن حسن الحمد وكابتن الخطيب دلوقتي مثلا بمسعيد جدا بهذه الرموز في النهاية هو زي ما حدك قلت فليتنافس المتنافسون وفي النهاية اللي يكسب احنا معاه ده شيء طبيعي وانا بقول انه هو ده القيمة برضو الكبرى اللي موجودة انجازات بقى للمجلس الحالي لابد انها يعني بعد كده الناس هتتكلم عليها هتبقى اضافة لانجازات خرج الصندوق شوية يعني نهت فضل براحتك البعض بيقول انه يعني ما يحدث من النجاحات على كل المستويات في جانب قدري يعني بالاضافة الى تميز محمود الخطيب كاداري وده راجل عنده تجارب تسويقية وشغل حتى بعيدا عن نادي الاهلي وبعدين تشرب الادارة بقى مع صالح السيديم وحسن حمدي ومصطبعا مع حفظ الالقاب يعني هل صحيح الموضوع فيه جزء له علاقة بنقاء سريرة محمود الخطيب وتفانيه هو في حالة يعني دايما نتكلمنا والزمل انه ما فيش حد بيدي وقت للنادي ويهتمل بالتفاصيل ويساعد في حاجة في الحياة ما فيهاش قدر بس القدر سلامة النية سلامة القصد مع كل الجهد اللي بيبذل فيه كمان نقاية تخيل الموسم اللي فات ده كم الضغوط وكم الحروب اللي تعرض ليه المجلس وكابتن محمود الخطيب سواء بصفة شخصية أو بصفتهم كمجلس إدارة كم من الحروب غريب وكأن بقى القدر الحمد لله يعني قال لأ الناس دول تعبوا وشتغلوا وبرضو فيكافقوا انت بمتردش لكن في النهاية هو القدر لازم نقول ايه لكل مكتهد نصيب صحيح و لكل مكتهد يعني مش هعود اه اه يعني مش هعود كده لا 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 مش هشتغل وبقى اين اقول ايه ربنا هيكرم لا لا فيش الكلام ما فيش الكلام ده انت بتشتغل تعقلها وتوكل انت بتشتغل وبتعمل اللي عليك كويس قوي وبتسد ودانك امام المؤسرات وال المؤسرات والضغاء والاحقاد والكلام ده وبعد كده الامور ربنا بيسهلها لك اه صحيح من عشان كيه بقول لحضرتك انت لما بتاخد بطولة البطولة دي بيترتب عليها بطلتين والبطولة التانية بيترتب عليها بطلتين صحيح انت ايه موضع كله برضو نجاحات وخبرة بالزبط والوله انه فيه رؤية وادارة الموضوع ملوش علاقة بالصدفة ابدا عشان قبل ما اروح لحرص كابتون محمود خطيب ومجلس الادارة على انشاء مجموعة من الشركات في المقدمة منهم شركة كورت الخدم حالك شايف بطولة كاس قنديت العالم ازاي مستوى للفرق المشاركة والاهلي واستضامه ان شاء الله يعني احنا مش عايزين نستبق الاحداث نتمنى نتمنى الفوس في المباراة الأولى ثم لقاء بيرن ميونيخ يعني اقول لحضرتك انا بنظر لبطولة العالم كاس العالم الاندية ان انت مش بس رايح تكسب يعني انت مش بس رايح تكسب تكسب البطولة لا انت مجرد ان انت حتقابل بيرن ميونيخ هذا الفريق الاملاق ده كمان احتكاك رائع انت عشان تعمل هذا اللقاء في الايام العادية هتدفع الفلو هتدفع الفلو فهي فرصة وقد لا يتم يعني فكرة تستجلاب نادي كبير الى مصر موضوع مش سهل انا باعتبرها نوع من انواع التكريم للنادي ولللعيبة وبعدين على فكرة ممكن يلعبوا مباراة ان شاء الله تبقى مباراة كويسة مش يعني طبعا من حقك لا انت من حقك تبقى طاموح للفوز ما فيش اي مشكلة بس اذا لم تفوز ايه اللي الدنيا يعني مش هتنتهي هتلعب مباراة اخرى وهتاخد مركز برضو فهي الفكرة كلها انت كيف تنظر ازاي انت شايف بطولة كاس العالم ونتعبل مع كل مباراة على حدة وطبقا من ظروفها ومناسبتها انت دلوقتي تركيزك كله على الدحيل القطري صح اللي هو ان شاء الله يكون وهي فرقة كويسة بالمناسبة هي فرقة كويسة دي الفرقة اللي كان اسمها لخوية واخبالك دي كانت موجودة وابتاخد ما بيقول النادي عمره مش كبير قوي بتأسأل 2009 ايوه هو حاجة حديثة جدا لكن في النهاية هم قدروا يدعموا الفريق ده بلعيبة على مستوى عالي وبالتالي هو منافس برضو تقدر تقول انه انت هتستفيد من مواجهته كمنافسة كروية بطل افريقيا مع بطل ده شيء في حد ذاته ان شاء الله نكسب باذن الله مع كل الاحترام طبعا للفريق القطري انما ده طموح مشروع ده رياضة ده طموحنا انا بنلعب على الفويس بالضبط احنا بنلعب على الفويس فان شاء الله باذن الله يكسبه ويكون لكل مقام المقال قبل مباراة بيرنميونيخ بقى يبقى فيه كلام تاني وبرضو حتى لو حصل ايه المباراة مهمة وجميلة كل مباراة لها ظروفها ولها معطياتها ودي ظروف صعبة جدا ان احنا بنعيش فيها فبالتالي برضو يبقى عندنا طموح ان احنا نكسب وممكن الظروف دي تكون عامل مساعد لك صحيح صحيح لكن في الاخر انا مش ببصلها على ان هي منافسة حياة وموت ابدا انا بقول ان مجرد وصولك الى كأس العالم للاندية انك تلعب مباراة واثنين وثلاثة ده شيء في حد ذاته جميل انا فيما تبقى من اقل من ثلاث دقائق عايز اخد رأي حضرتك في حرص النادي الاهلي ومجلس دارته على انشاء شركة تيركو الحقي ان كابتي محمد الخطيب كان اشتغل على دراسة مهمة اوي عاد ستشهر شغال فيها عرضها على المجلس في شهر تسعة وقعدوا اشتغل عليها لمدة ثلاث شهور ثم بدأ الشهر الماضي بعد عادة الدراسة فكرة المضي قدما في الاجراءات التأسسية طبعا برأيك ده يضيف ايه للنادي الاهلي ولمنظومة الرياضة لا مهم جدا انه النادي الاهلي بقى عنده توجه لعمل شركات واخبالك انت كده تبقى منظومة متكاملة انت مش مجرد نادي بيلعب كورة او نادي بيلعب كورة طيرة او سلة لا انت منظومة عمل متكاملة مؤسسة نقدر نقول مؤسسة رياضية صحيح فانا بعتقد ان هذا التوجه توجه رائع جدا من مجلس الادارة ومن الكابتن محمود الخطيب وبيخلي الاهلي برضو في مكانها اعلى يعني نهاردة الاهلي هو الرأي دول قاطرة نهاردة الاهلي لو هيتعمل شركات كرة قدم الاهلي جاهز صحيح عنده الرؤية وعنده المشروع وقع وعنده الرؤية والمشروع جاهز لاعلانه فورا من غير تأخير يعني فانا بحقيهم طبعا جدا وابنتمنى لهم وده التوجه العلامي بقى وفصل الادارة عن الكورة الزبط لا لا ده مهم جدا ان انت اصل لو ما لو مش هي كمان بقت صناعة مهمة جدا لو مش الاهلي لا يعملها يا سيد الشريف مين يعملها تأكيد معلش يعني النهاردة النادي الاهلي مميش من النهاردة من سنتين تلاتة فكرة احنا والله ده مش بنقوله اه 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 انا لأي ناديه اخر او اي اندية اخر لا لا باطلقا لكن احنا بنقر بالامر الواقع وبنادعه كل الاندية تحزو حزو الناديه تحزو حزو الناديه شكرا جزيل وموصول لصديقي ربنا حزيك الشبير او الاعز الحياة الكاتب صحف الكبير الاستاذ انا كنت سعيد والله بوجودي معاك النهاردة ودائما انا اتشارك بحضرتك شكرا نصير وانا كمان الحياة كنت سعيد جدا بهذه الاطلالة عبر شاشة قناة الاهلي اللي بشكر زملائي فيها الحقيقة لحرصهم الحقيقة على ان يكون موجود كمقدم برامج في القناة بما لا يتعارض يعني مع العمل الاخر فان شاء الله اسعد دايما بصحبة حضرتك اسبوعيا من خلال هذا البرنامج فالشكر جزيل وموصول لحضرتك وتصبحوا على خير بكرة حل اجديد ان شاء الله شكرا